السلام عليكم ورحمة الله اهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم فاليوم ان شاء الله سنتعرف على بعض المصطلحات باللغة الفرنسية عن فيروس كورونا اللي تتعلم الفرنسية بسرعة وايضا لفهم الاخبار ان كنت تتابع اخبار او تقرأ جرائد باللغة الفرنسية فلنبدأ على بركة الله اول مصطلح هو جائحة جائحة بالفرنسية هي پان دي مي پان دي مي فا ان قال دي مي ان كنت تتقلم عن جائحة ان كنت تتكلم عن جائحة ان كان في حالت de propagation intichar mondial عالمي du nouvel maladie les marades جدي alors on parle de pandémie en cas de propagation mondiale du nouvel maladie نتحددت عن جائح في حالة intichar عالمي les marades جدي يعني فشكي كونو حد المارات جدي وكين تاشر عالمي يعني تايسب جميع الدول فا كتما جائح كتما جائح أو pandémie pandémie بمس با لوابأ لوابأ بلواغ الفرانسي هو épidémie 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 فا pandémie هو جائح أو épidémie هو وابأ وشنو كين épidémie développement et propagation rapide d'une maladie contagieuse qui frappe en même temps et en même endroit un grand nombre de personnes développement et propagation rapide d'une maladie contagieuse qui frappe en même temps et en même endroit un grand nombre de personnes développement tata et propagation ou antichard rapide série d'une maladie contagieuse qui frappe la vie en même temps et en même endroit un grand nombre de personnes à l'épidémie est développement et propagation rapide d'une maladie contagieuse qui frappe en même temps et en même endroit un grand nombre de personnes et tata ou antichard série de mera de mera d'i y 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 l'épidémie ou l'webaye mera d'am die l'in tashro qui ttoor fin nusf l'wakt ou fin nusf l'me mera l'fash et la mera qui y 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 ترجمة جائحة أو ترجمة الحاجر الصحي الحاجر الصحي هو لا قارنة لا قارنة لا قارنة Alors la quarantaine consiste à isoler des personnes durant un certain temps en cas de maladie contagieuse pour empêcher leur propagation La quarantaine consiste à isoler des personnes durant un certain temps en cas de maladie contagieuse pour empêcher leur propagation Alors la quarantaine والحاجر الصحي consiste à isoler des personnes isolées des personnes durant un certain temps en cas de maladie contagieuse pour empêcher leur propagation La quarantaine consiste à isoler des personnes durant un certain temps en cas de maladie contagieuse pour empêcher leur propagation يكمون الحاجر الصحي في عزل النس أو الأشخاص لفترة معينة في حالة الأمراد المعدية لمنع انتشاريا Donc الحاجر الصحي هو la quarantaine La quarantaine Le port du masque est devenu obligatoire pour tout déplacement Le port du masque أصبحت ضروري لجميع التنقلات Le viqaia Le viqaia La prévention La prévention La prévention وإننا 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 وحدة المثال المشهور Le confinement Le confinement فهنا فهنا العزل كان يعني وبيه عزل الأشخاص اللي منع انتشار المرض فيعني كل الشخص كي يعزل نفسه في المنزل لتاعه باش ما تكونش العدوى وما يكونش انتشار للمرض دعوة المترجم في المنزل пропνα Stück العزل كممات وال peque للمانت all هؤلاء تاقيم تاقيم بفرنسية كياني تاقيم بفرنسية كياني مطهر انتسيبتك 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 بفرنسية كياني المناع لإمانته 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 ليسPام إنهم نيتر وإندهم ملاع حالة طوارئ هي حالة دورجنس توارئ حالة وبالنسبة الحالة التوارئ الصحية بحالة اللي كنعيشو الآن فكتسمة لحالة دورجنس توارئ صحية هي حالة حالة نسانتر لاحقا قلنا لي حالة دورجنس توارئ صحية حالة موسيقى 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 فبالنسبة لفترة حدانة فيروس كورونا تختلف من شخص لآخر موسيقى موسيقى مرض معدي مرض معدي موسيقى 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 فانتبهوا هنا بي كنتقوها كنتقوه لسامبطوم لسامبطوم هما الأعراض يعني أي مرات كيكون عنده أعراض وهذا الأعراض كيتسمو لسامبطوم مختبر الابوغاتوار 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 هو مختبر المستعجلات فهنا قلنا لأنه درنا لأنه هاد الكلمة كتبدا لأنه قلنا لسامبط إنعاش ريانيماشن ريانيماشن وإنعاش تحليل أو ختبار تحليل أو ختبار تحليل أو ختبار تنافس ريسپيراشن ريسپيراشن تابيب ميدسن 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 ممارد أو مماردة الننفرمي فه بنسبة الممارد هو الننفرمي 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 ailه مطاعدة لقاح وفاكسن سعال بالنسبة لاتو تكتب بإكس في آخر الكلمة ولكن لا ننطقها نقول لاتو الحمى أو ارتفاع في درجة الحرارة هي سعوبات في التنفس دفكولتين رسپيراتوار سعوبات في التنفس تورق الويقايا طرق الويقايا وبهذا كنصل لنهاية لحسان تمنى تكونوا استفدوا من درس اليوم وتعلمتم جمعة من المصطلحات في لغة الفرنسية فما تنسوش تشاركوا الدرس مع اتشقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعمل فائدة نتلقوا في الحصة المقبلة إن شاء الله وما تنسوش غير تشوفوا أو بقوف منازلكم والسلام عليكم